اختمت اليوم فعاليات النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي الفين وخمسة عشر التي يقيمت تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر انابة انباه سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العالية لتقنية المعلومات والاتصالات وحول النسخة الرابعة لمؤتمر الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي سورنا يكون معنا في الستوديو السيد محمد على القائد من هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية اهلا بك استاذ اهلا وسهلا ونرحب بالسؤال المشاهدين في البداية نواد استاذ نتعرف على ابرز مدار في هذا المؤتمر اليوم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بداية نتوجه بالشغل الجزير إلى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان خليفة رئيس الوزراء الموقر على رعايته هذا المؤتمر الهم وايضا على دعمه المستمر لبرنامج الحكومة الالكترونية والشكر موصول إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة على تقنية المعلومات والاتصالات على يعني انابته في الافتتاح وتقديم تسليم الجوائز ودعمه أيضا المستمر لبرنامج الحكومة الالكترونية طبعا المؤتمر يعني كان في حوالي 12 ورقة عمل عبارة عن تجربتين لكل دولة من دول خليج الست في مجالات متميزة لم يتم عرضها سابقا حتى يعني تم تبادل التجارب والخبرات بين الدول إضافة إلى ذلك كان عندنا طبعا معرض مكون من 18 جهة عارضة ثلاث لكل دولة من دول مجلس تعاون أيضا عبارة عن مشاريع متميزة إضافة لذلك 23 مشروع فاز في جوائز النسخة الرابعة طبعا الحضور من دول مجلس كان عندنا حوالي 150 شخص من دول يعني من الأشقاء من دول مجلس تعاون إضافة إلى حفل الافتتاح اللي حضر أكثر من 500 شخص وجلسات المؤتمر حضر حوالي 300 مشارك نعم أستاذ محمد طبعا الكثير من الدراسات والأبحاث تجرى على موضوع الحكومة الإلكترونية وخصوصا من الباحثين لمختلف المستويات هذه الدراسات الكثير منها أثبت بأن هناك طفرة أو زيادة في الإقبال على الحكومة الإلكترونية حتى على المستوى الشعبي فمثل هذا المؤتمر هل يساهم في زيادة في الإضافة للحكومة الإلكترونية بداية وزيادة الإقبال عليها؟ طبعا مثل هذه المؤتمرات كون دول مجلس التعاون هناك تشابه وتقارب بين الثقافة المواطنين وأيضا أنظمة دول مجلس التعاون في طريقة عملها تبادل التجارب يوفر علينا الكثير جدا مثل ما نعرف نحن دائما الابتكار والشخص حتى يكون في موقع الرياضة يحتاج أنه يصرف في الأبحاث والدراسات مكلفة جدا وما يمكن أن الواحد يغطي كل المجالات فإذا كل دولة ركزت في أبحاثها ودراساتها في احتياجات معينة وفي أنظمة معينة واستفادت منها بقية الدول معناته أنا أصرف أقل من ستس ما هو مطلوب في هذا المجال والاستفادة تكون طبعا أسرع والتطبيق يكون أكبر إضافة لذلك موظفي الخدم العامة لما يلتقون في مثل هذه المؤتمرات ويتطلعون على التجارب والتحديات الموجودة من الدول الأخرى يسرع من عملية التطبيق والاستفادة وتعميمها على المواطنين لأن التحديات متشابهة فممكن تجاوزها بشكل أسرع ما هي أبرز النماذج التي قدمت من خلال هذا المؤتمر للحكومة الإلكترونية أو لاستخدام التكنولوجيا لتسهيل الأعمال تحديدا في هذا المؤتمر والذي يمكن أن يتم الاستفادة منها كنموذج لبقية الدول المشاركة في المؤتمر طبعا نحن عندنا مملكة البحرين قدمت عدة تجارب المستثمر الإلكتروني وزارة صناعة التجارة كونوف ويزين فيه عندنا النظام الوطني لشكاوة التواصل لأطلق صاحب السمو الملكي ولي العهد أيضا عراضنا النظام الاجتماعات التفاعلي في المؤتمر وفي المعرض إضافة إلى عدد من المشاريع البحرينية طبعا في دول مجلس التعاون هناك عدد من التطبيقات الذكية المتميزة حقيقة اللي يكون تطبيق يجمع عدد كبير جدا من الخدمات يسهل كثير من الإجراءات يجعل المواطن فعلا هو جالس في بيته ممكن أنه ينجز الكثير من العمليات صحيح في ظل الإقبال المتزاد على الحكومة الإلكترونية بطبيعة تطور المجتمعات ما هي خطتكم المستقبلية لتطوير هذا الجانب؟ طبعا تقنية المعلومات لا تقدم فقط الخدمات الإلكترونية مهم جدا أن ندخل في صلب عمل الجهاز الحكومي في مختلف الجهات الحكومية نعيد هندستها نغعيد طريقة الفكر الحكومي في تقديم الخدمات ما نحتاج كثير من العمليات إلى أعداد كبيرة جدا من المعاملات والورق اللي ممكن استعاضى عنها بالأنظمة وبالتالي خفض التكاريف وتوجيه مثل هذه الاستثمارات أيضا إلى منتجات ممكننا بيعها في المستقبل خارج النطاق الخليجي نعم أستاذ محمد القائد رئيس التنفيذي لحكومة الإلكترونية لهيئة الحكومة الإلكترونية شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا جزيلا